موسيقى مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان الذي نرد فيه على الأسئلة الفقهية لما يخص المسلمين في أوروبا خاصة والمسلمين عامة مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث مرحبا بكم فضيلة الشيخ حيكم الله وأهلا وسهلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاطر مرسل الله الرحمة المهدى والنعمة المهدى والسراج المنير سيدي سيدي الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سار على نجيم اليوم الدين أحييك أخي الحبيب الأستاذ عدنان أحيي أخواني أخوات المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى واسمحني في البدء أن أعزي أهلنا في الأردن الحبيب أعزي أهالي الشهداء الذين يعني راحوا ضحايا في حادث الغرق وهنيئا لهم ولأهلهم في عزائي لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغنا بأن الغريق شهيد عند الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد في أمته فقالوا يا رسول الله الشهيد من يقتل في ساحات القتال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذن شهداء أمتي قليل ثم عدى صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد وأن المبطون شهيد وأن الحريق شهيد فنعزي أهلنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والأجر وأن يخلف عليهم خيرا وننصيهم بقول الله سبحانه وتعالى إن لله وإن إليه راجعون فإن الله جل على قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ومن المعلوم أن الصابر يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب كما قال جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأسأل الله جل في علاه أسأل الله أن يرحم الشهداء الغرقى وأن يرحم جميع شهدائنا في كل مكان وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والأجر وأن يخلف عليهم خيرا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه فضلت الشيخ حسن حلاوة مدام بدأنا في هذا الموضوع هناك من أصابه الهلع والجزع ويشعر وكأنه يقول لماذا أنا ولماذا طفلي دون غيره من الأطفال ماذا نقول لمثل أولئك نقول له أولا الإنسان من سواء عاش عشر عشرين ثلاثين أكثر أقل فإنه عن هذه الدنيا راحل وكلنا في هذه الدنيا مودعون ومودعون كما قال أحد أشعراء وهو يعزي صاحبا له قال إني أعزيك لا أمل البقاء ولكن سنة الدين فما المعزى بباقي بعد صاحبه وما المعزي وإن عاش إلى حين إن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا ابتلاه ولذلك قال في الآيات التي ذكرناها ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر صابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلي راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله سيدنا أمر بن خطاب رجل الله عنه كان يقول إني إذا ابتلاني الله بمصيبة حمدت الله لأربع أولا أنها لم تكن في ديني الثانية أنها لم تكن أكبر من أختها الثالثة أن الله سبحانه وتعالى قد رزقني الصبر عليها الرابع أن الله ادخر لي الأجر عنده يوم القيامة الإنسان ليس عليه أن يزع لأن قدر الله نافذ لا محالة والإنسان إذا جزع حرم الأجر وحرم ثواب إنما عليها أن يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكلنا يذكر هذا الصحابي الجليل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زوجة لأنها حينما مات ابنها وكان زوجها في سفر وعاد غمت عليه ولم تبلغه حتى قضت ليلتها معه ولما سأل عن ابني كانت أكله وبخير وبأحسن حال حتى إذا كان الصباح أبلغته فقال لما لم تبلغيني قبل ذلك وذهب وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما وبشاره بأن الله سبحانه وتعالى سيرزك خيرا وكان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان أخي الحبيب إذا حمد الله سبحانه وتعالى على مبتلاه وإذا صرر ورضي بقضاء الله جل وعلا وقدره أخلف الله عليه خيرا مما أخذ لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار لذلك على العبد أن لا يجزع إنما عليه أن يحمد الله وأن يعلم أن الأمور كلها بيد الله وأن الله إذا أحب عبدا كما قال صلى الله عليه وسلم ابتلاه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وعلى قدر إيمان المرء ابتلاه في مثل هذه الكوارث كيف نوازن بين الرضا بالقضاء والقدر وبين محاسبة المسؤولين والمقصرين لا 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 يعني هذا شيء وهذا الشيء الذي أصيب بالمصيبة الذي وقعت له البلية وجاءه الضرر نحن نقول له عليك أن تصبر وتحتسب وأن ترضى بقضاء الله وقدر وأن تحمد الله على كل حال لكن لا يعني هذا أن يفلت المقصر من العقاب لا أبدا كما أن مثلا القاتل نقول لأهل المقتول اصبروا واحتسبوا لكن القاتل لابد أن يأخذ جزاءه ولا يابد أن يأخذ عقابه إن كان قتل خطأ فعقابه معلوم وإن كان قتل عمدا فعقابه معلوم لا يعني بحال من الأحوال حينما نواسي أهل المصابين أو نواسي أهل البلاء الذين ابتلوا لا يعني أننا نكون علينا أن نغمض أعيوننا عن التقسير الذي حدث أو عن الإهمال الذي حدث لا بد أن يحاسب كل مقصر وكل مهمل عن مقترفة أداه هذا شرع الله سبحانه وتعالى أكرمكم الله ونفع بكم فضلة الشيخ كان هذا إذن التوضيح من فضلة الشيخ حسين حلاوة والتعزية ونحن نضم صوتنا إلى صوته التعزية لأهالي وذوي ضحايا كارثة وفاجعة البحر الميتة التي ألمتنا جميعا حيث دهمت السيول عشرات الأطفال الذين كانوا ضمن رحلات مدرسية في تلك المنطقة ودهمهم السيل وحملهم وغرق من غرق منهم وأصيب من أصيب وخلف هذا الأمر نحو 21 ضحية نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء الموضوع الآخر لهذا اليوم حول مسألة تعدد الزوجات وهي مسألة من المسائل ذات الأهمية الاجتماعية وفي المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص فقد كان لتلك المسألة ظهور وصدا واضح في الإسلام عن باقي الملل والنحل حتى جعلها من يشكك في الإسلام من قصة تسيء له وعليه شرع بعض المسلمين بحسنينية لتبيين موقف الإسلام من تعدد الزوجات فذهبوا إلى أقوال وروايات وتفسيرات مختلفة حتى لا يساء إلى الإسلام اللي يقول لك هذا أصلا مش موجود واللي يقول لك هذا أصلا غير مباح ومقيد يعني قضايا كثيرة لا يوجد حتى دليل يسعف أولئك الناس أو نص شرعي يستندون إليه فيما ذهبوا إليه من آراء لكن هل حقا لتعدد الزوجات حكمة في الإسلام وهل أن الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة وماذا يفعل المسلم إن أراد التعدد في دول تمنع قوانينها التعدد هل يلتزم بقانون البلد أم يقول لا أنا بدي أطبق الدين حتى لو خالف قانون البلد طيب وسؤال آخر ماذا عن الدول التي لا تتدخل في حياتك الشخصية اعمل علاقات سوي البدك إياه في هذه الدول لكن لا تعترف إلا بزوجة واحدة في قيودها المدنية وخصوصا في الدول الغربية ونحن مهتمون بشأن المسلمين في الغرب بصفة أساسية كما تعلمون وطرحنا للموضوعات يأتي بناء على الإشكالات والقضايا التي تصلنا من المسلمين الذين يعيشون في الغرب هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها مع فضلة الشيخ حسين حلاوة مجددين التحية له ويعني ممكن أن أختار سؤال فضلة الشيخ فعلا هل الأصل في الزواج في الإسلام التعدد أن يعدد الرجل أكثر من زوجة أم الأصل الاكتفاء بواحدة الحمد لله أولا قضية التعدد هذه هي ليس قضية خاصة بالإسلام وحدة وإنما هي كانت مشروعة قبل الإسلام ومشروعة في الأديان كلها قبل الإسلام حتى في النحل الوضعية وإنما جاء الإسلام هذبها ونظمها ووضعها في قالب التشريع وأحب قبل أن أجيب على سؤال حضرتك أن أنبئ على بعض الأمور البسيطة تفضل الأمر الأول أننا لا نتكلم عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن حكمه ليس لعقولنا أن تتدخل فيما شرع الله جل وعلا حينما يشرع وحينما يحكم إن علينا أن نقول كما قال المؤمنون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليس لمثلي ولا لغير من ولا لأحد على وجه الأرض أن ينكر شرعا شرعه الله سبحانه وتعالى إنما إن شاء طبقه وإن شاء لا يطبق وأحكام الله سبحانه وتعالى لها معايير في حياة الناس هذه الأحكام منها ما هي على سبيل الوجوب منها ما هي على سبيل الاستحباب منها ما هي على سبيل الندب منها ما هي محرم منها ما هي مكروه وهكذا الأصول للخمس في التشريع الإسلامي كما قال فقهاءنا رضوان الله عليهم وقضية التعدد تأتي في هذا الإطار هل كما ذكرت فضيلتكم هل الأصل هو التعدد أم الأصل هو الواحدة الأصل الزواج أيًا كان الله سبحانه وتعالى سن زواجا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالزواج سنة من سنة الأنبياء كذلك ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة إلا وتزوج ورأينا الأنبياء قبل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان لهم من الأزواج ومن الذرية إلا كان لهم أزواجا وذرية كما قال الله سبحانه وتعالى وإنما في شرعنا سن الله سبحانه وتعالى الزواج وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والباءة هنا التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هي تعني كل ما يخص الزواج من أمور ومن نفقات ومن كفاءة ومن قدرة ثم شرع الإسلام التعدد وتحدث عنه ونحن حينما نتحدث عن التعدد ونتكلم عنه في يومنا هذا لا نعني أننا نجيز للناس أو للمسلمين القائمين في الغرب أن يخالفوا قوانين البلاد التي يعيش عليها لماذا؟ لأن الشرع التعدد ليس فرض ليس واجب على كل مسلم وإلا قلنا يجب على كل مسلم أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وإن كره الكارهون وإن خالف ما خالف يعني عفر أنت إذا حضرتك تقول أن الأصل عدم التعدد ليس الأصل في الزواج في الإسلام التعدد الأصل للإفراد لا لا الأصل والزواج بواحدة نعم هذا هو الأصل نعم نعم نتابع لكن أريد أن أقول بأن حينما شاء أمرنا الله بأن نصلي فنحن نصلي رضي الناس أم صاخرته لو سنت قوانين لا نصلي لن نستمع لهذه القوانين لأن أمر الله فوق كل أمر والشرع الله جل وعلا بالنسبة لنا فوق كل شرع لكننا نعلم أن قوانين هذه البلاد لا تتعارض بحال مع أوامر الله التي فرض الله سبحانه وتعالى فيها الفرائض علينا بحال من الأحوال أنا ما رأيت قانونا يلزمني أن أشرب ولعاذ بالله الخام ما رأيت قانونا يلزمني أن أخالف أمرا قطعيا من أوامر الله سبحانه وتعالى أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي القضية ما حكم التعدد التعدد يا سيدي كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه وراء قد يكون حراما قد يكون مكروها قد يكون مباحا قد يكون مندوبا قد يكون واجبا كل حالة تدرس بحالتها لا أتصور إنسانا لا يستطيع أن يقيم بيته ولا أن يشبع أهله ولا أن يؤدي حقوقهم ومن الإنفاق عليهم ومن متابعة الأولاد ومن تربياتهم وإلى آخره ثم يذهب ليبحث عن زوجة ثانية ما يقبل هذا ثم في المقابل لا نستطيع أن نقول بأن إنسانا مثلا في ظروف قاسية مع أهله وهناك إشكاليات عنده اجتماعية مع أهله إشكاليات صحية إلى آخره ثم يريد أن يعدد لا أستطيع أن أقول له إن التعدد في حقك حرام إنما أقول له راعي قانون الدولة التي تعيش فيها فإن كان قانون الدولة يبيح ذلك فلا بأس أما إذا كان قانون الدولة لا يبيح فانظر مكانا آخر تستطيع أن تقيم فيه هذا الأمر وذهب إليه طيب فضلت الشيخ إذا كان الأصل الإفراد وعدم التعدد والأصل أن نحترم قوانين الدول التي تمنع هل المسألة على إطلاقها بمعنى آخر ألا يمكن يعني حتى نكون واقعيين ألا يمكن الجمع في ذلك بمعنى آخر نحن الآن نعيش في هذه الدول الغربية وإذا إحنا ما كتبنا وصية ومات أحدنا رح يقسم تركته على الطريقة غير الطريقة الإسلامية فإذا هو كتب وصية يلزمهم بتقسيمها على الطريقة الإسلامية وإذا كان الرجل متزوجا من واحدة حسب القوانين المدنية ثم تزوج بأخرى وسجل هذا الزواج بمركز الإسلامي أو غيره ومن باب حفظ الحقوق قام بتسجيل وصية يحفظ بها حقوق تلك الزوجة الثانية وطبعا ليس بالسر بإعلام زوجته الأولى بكل هذه القضايا منعا للحرج هل هناك ما يمنع ذلك؟ إذا كان ذلك وفق قوانين البلد التي يعيشوا فيها فلا بأس لا يمنع المشرع هذا إذا رأى أنه بحاجة إلى الزوجة الثانية وأقدم عليها وفق ما بينه وبين أهله من عقود يعني لأن الفقهاء اشترتوا في عقد الزواج إذا اشترتت عليه مثلا زوجته ألا يتزوج عليها وجب عليه أن يفي بعقد الزواج هذا أما إذا لم تشترت عليه مثلا أو استأذانها فرضيت فلو أن يفعل ذلك ولا بد لا بد ليس أمرا مندوبا إنما لا بد أن يكتب وصية حتى لا يضيع هذه الزوجة خاصة لو أنجب منها أولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول نعم هناك السؤال يطرح دائما يعني قد يتندر به البعض قد يتحدى به البعض الآخر يقول لك طب من باب العدل لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد يا سيدي الله سبحانه وتعالى حينما شرع 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 ما فيه صلاح الإنسانية وهو أعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قبل أن أناقش لما لبرأتي ليس لها الحق وللرجل الحق فأقول قبل أن نبحث عن الحكمة في ذلك أقول بأن الله سبحانه وتعالى الذي شرع هو الخالق هو الذي يعرف ما الذي يصلح الرجل ما الذي يصلح المرأة ما الذي يناسب الرجل ما الذي يناسب المرأة أنا يا سيدي إذا اشتريت جهازة الفاز ثم خرب هذا الجهاز أنا أذهب إلى المهندس أو إلى الشركة التي صنعت حتى تقوم على إصلاحه وتعطيني المشورة في كيفية استعماله وأنا راضٍ بذلك فالإنسان صنعة الله بيده جل وعلا والإنسان هو أولاً وأخيراً عبد الله سبحانه وتعالى والله جل على شارع لهم ما يصلح أمره في الدنيا وفي الآخرة فإن استقام على أمر الله عاش سعيداً ومات سعيداً وإن خالف أمر الله جل وعلا شقي في الدنيا وفي الآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حينما نزل إلى الأرض كنا بطأمنا جميعاً فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المرأة يا سيدي لا تقبل نفسياً ولا المرأة وحينما أتكلم عن المرأة أو الرجل أتكلم عن المرأة السوية وأتكلم عن الرجل السوي لا أتكلم عن الرجل المنحرف في أخلاقه في دينه في عقله ولا أتكلم عن المرأة المنحرفة كذلك في أخلاقها ولا دينها ولا في عقلها ولا في عاداتها وتقاليدها ولا في ثقافتها المرأة لا تقبل بحال من الأحوال أن يكون لها رجلان مثلا لأنها تعلم أن ذلك بالنسبة لها لا يمكن أن يقبل لا في طبيعة تكوينها الخلق ولا الخلق ولذلك أنا أعجبني قول أحد العلماء حينما سئل في مرة من المرات هذا السؤال لماذا التعدد للرجل ولا يسمح للمرأة أن تتعدد فقال لهم أنتم لماذا بيوت الضعارة هنا هي للنساء فقط يجتمعن ويأتي الرجال إليهن لماذا لا يكون هناك بيوت ضعارة يكون فيها الرجال وتأتي المرأة من الخارج لتستمتع بالرجل ثم تنصارف لأن طبيعة المرأة لا تقبل هذا وتأباه يا سيدي المرأة كما قالوا وعاء تحمل في بطنها ويتحب أن تعرف هذا الحمل هو لمن ينتسب وإذا سمحنا لذلك فهذا يعني أن الأنساب ستتوزع ولا تعرف وستكون أشبه ما يكون بسمك في ماء أو بأي شيء في الهباء لا يعرف لهذا الجنين أب ولا يعرف له نسب تضيع الأنساب بين الناس والمجتمعات لا تقبل هذا يا سيدي هناك مجتمعات تعاني أكرمكم الله فضيلة الشيخ يعني أعتقد أننا قدمنا الإشارات الأكثر أهمية في هذا الموضوع والمجال مفتوح لمن لديه السؤال لكن الآن نحن نفتح المجال لمختلف أسئلاتكم الفقهية سواء حول موضوع التعدد الزوجات أو أي موضوع فقهي آخر تودون السؤال عنه على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة وكذلك على حسابنا على صفحة الفيسبوك صفحة قناة الحوار الفضائية على الفيسبوك فيها أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متابع أيضا المجال مفتوح عبر حساب سكايب لمن يريد أن يتصل مجانا سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة هناك إمكانية لمن يريد أن يرسل سؤاله عبر الإيميل على إيميل فتوى الحوار.tv فضيلة الشيخ أبدأ بسؤال رضا الدقاق يقول ما حكم شراء سيارة من مكتب بالتقصيط مع العلم أن المكتب يأخذ ثمن السيارة كاملا من البنك والتقصيط يتم للبنك ويريت يوضحنا الشيخ الفرق بين التقصيط والرباة يا سيدي طريقة شراء السيارات في بلاد الغرب يعني يقوم على أمرين أو عبر طريقتين الطريقة الأولى أن يأخذ اللون من البنك يأخذ قرد من البنك البنك يعطيه قرد القرد هذا ينزل في حسابه الخاص ثم هو يكتب شيكا أو يحوله بأي طريقة إلى يعني الديلر أو الشركة أو المحل الذي يشتري منه السيارات هذا لا شك حرام لأنه يأخذ قردا بنفع الأمر الآخر وهو يعني البيع بالتقصيط هو يذهب فيتفق مع الشركة أو يتفق مع الإيجنس أو أي تسمية على أنه يريد هذه السيارة فيقول له أنت إذا أخذت على ثلاث سنوات مثلا ستدفع كل شهر خمسمائة يورو ربعمائة يورو ثلاثمائة يورو إذا أخذت على خمس سنوات ستدفع كل شهر مثلا مائتين يورو أو كذا هذا البيع مشروع ولا شيء فيه أنه عن طريق وسيط طبعا طريق البنك ما سموه؟ سواء كان سواء كان البنك هو الذي يقوم بذلك بعض الشركات بتتعامل مع البنك ماذا؟ سواء كان البنك هو الذي يقوم بهذا أو شركة يسموها فينانشل أو أي يعني شركة تقوم بدفع المبلغ بالإنابة عنه وتقصت هذا المبلغ عليه طبعا أحيانا هذا المبلغ الذي يقصت عليه يخضع للفوائد وإذا تأخرت في السداد يزيدون المبلغ عليه لا هو طبعا بالضرورة أن المبلغ حينما أشتار بالتقصيد أن يزيد ثمن السيارة لا يمكن بحلم الأحوال يقول لي إذا أخذتها الآن تكون بثلاثة ألاف وإذا مثلا أخذتها على ثلاث سنوات ستكون بثلاث ألاف المعرض معرض السيارات سيخسر سيخسر سواء كان في القيمة المالية أو سواء كان في أنه لم ينتفع بثمن السيارة في كونه يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وكذا فلا حرج شرعا في هذه الزيادة لا تسمى ربا وهذا الباب في باب الفقه سماه الفقهاء باب البيع بالأجل جميل طيب السؤال الثاني بيقول صاحبه فضلت شيخ أنا أعمل في السعودية وأسافر للأردن بشكل متكرر هل يجوز لي قصر الصلاة مع أنني أمكث في بيتي أكثر من أسبوع يعني بيته في الأردن وعمله في السعودية يمكث في بيته في الأردن أكثر من أسبوع أو أسبوعين ثم يعود للسعودية يجلس أسبوعين أو أكثر هل يمكنه قصر الصلاة كلما سافر للسعودية شوف يا سيدي هذه المسألة إذا كان هذا الرجل له بيتان بيت في السعودية وبيت في الأردن يذهب إلى السعودية فيعمل ويجلس في بيتي وهو مستقر فيه ثم يعود إلى داره في البلد الآخر الأردن أو أي بلد فيعيش فيها إجازة مثلا فهو هذا الشخص يقصر في مسافة الطريق فقط أما إذا وصل بيته في السعودية أتم وإذا وصل بيته في الأردن أتم مثل أما إذا كان هو سكن الأصل في الأردن لكنه رجل تاجر يذهب إلى السعودية يصرف بضاعتها أو يصرف مثلا ما معه من تجارة ثم يعود إلى بيته فهو يقص طيلة هذه المسافة سواء كان ذلك يعني في الطريق أو كان ذلك في البلد الذي يصرف فيه التجارة أتكلم الفقاء في المدة أو الزمن فمنهم من جعلها ثمانية عشر يوما ومنهم من جعلها أقل ومنهم من فتحا الزمن إذا كان لا يعرف متى يعود وإلى هذا ذاب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم عليهم رحمة الله عز وجل أكرمك الله طيب نأخذ سؤال من أبو وليد من الأردن نتفضل أبو وليد بسؤالك سبحانه وتعالى يقول أحل لكم من النساء متنى وثلاثة وارباع ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثر وتناسل وأباة بكم الأمم يوم الكيامة والرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا وقدوة الأمة تزوج أكثر من أربعة فكيف يكون الأصل هو عدم التعدل جميل سؤال مهم أشكرك يا أبو وليد أخذ سؤال محمود من رومانيا تفضل يا محمود محمود من رومانيا تفضل يا محمود فقدنا محمود طيب فضلت شيخ أبو وليد من أردن وأنا يعني قد إذا فكرنا أيضا ليس فقط من بس أسلام الذي له خصوصية الصحابة الكرام معظمهم كانوا متزوجين من أكثر من واحدة فكيف نقول أن الأصل والآية تقول مثنى وثلاث وربع وإن خفتم ألا تعدلوا خفتم ألا تعدلوا بترجع لواحدة فكيف يكون الأصل عدم التعدل أليس الأصل أن التعدل دائما نأخذ دائما نأخذ رأس الآية أو نصف الدليل ثم نترك بقية الدليل أو نأخذ آية في مكان ونترك آية في مكان آخر الله جل على في صدر سورة النساء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة ثم قال في مكان آخر ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم هذه حاجة الحاجة الثانية أن الزواج أعباء ومسؤوليات فإذا قلنا أن الأصل أن يعدد هذا يعني أن الذي لا يعدد آثم هذا يعني أن الذي لا يعدد قاصر هذا يعني أن الذي لا يعدد قد ترك أمرا من أمور دينه وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أيها الشباب ينجع الشباب من استطاع منكم الباء التفلي يتزوج يتزوج هاي يبدأ بثنتين يعني مثلا هل تتخيل والأخي الحبيب السائل يبدأ بثنتين أو يبدأ بالثلاث مثلا إذا كنا الأصل التعدد يبقى خطته على مدار الشهر أو السنة يبدأ بثلاث أو يبدأ بالأربع مرة واحدة أو بثنتين أم بالأصل أن يبدأ الإنسان بما هو في طاقة البشر جميعا الذي في طاقة الناس أن يبدأ بواحدة ثم بعد ذلك إذا كان له حاجة لثانية أو ثالثة فالشرع يقف معه و نحن لا نقول هنا زي ما قلت نحن لا نتكلم في أصل التشريع هل هو شرع أم ليس بشرع إنما نحن نتكلم لأن كثير من الناس يجلس فيتكلم على أن التعدد هو الدين على أن التعدد هو أصل ثم يكون كل همه هذا الأمر وعنده امرأة لم يستطع أن يقوم بها ولا بشأنها عنده أولاد ضيعهم لا يستطيع أن يقوم بهم ثم يود أن يجمع لنفسه ثانية وثالثة ورابعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لكن شرع الله باق القضية التعدد لها علاج اجتماعي نحن لا ننكره ولا يستطيع أحد أن ينكره ولو اتسعى بنا المجال سنتكلم عن الحكمة في هذا الأمر إن شاء الله نعم أستاذنك معنا أوعاد إلينا محمود من رومانيا تفضل يا محمود السلام السلام أخي أنت اسمك عدنان أخي عدنان عندي انتقاد لك الحلقة السابقة أنت تصل واحد وقال لك أنا عندي مشكلة وخاف أروح للسفارة وانت رديت رد جواب كل شيء قاسي وسديت التليفون بوجه أنا لا أصلا أنا ما كنتش الحلقة الماضية هو رادي يسئلك هل أنه هو يقدر يروح للسفارة وإذا رح للسفارة رح يعتقلوه فهذا يعتبروها أنه يعني يعتبروها أنه لا ترمو نفسكم إلى تهلك تعمتني هو الشام ناش بس إحنا ما فهمناش إحنا إحنا حكينا له يا صديقي ما سكرنا الجواب في وجهه إحنا حكينا له فكرة أنك أنت رايح على سفارة أو ما سفارة وخايف أنهم يعتقلوك أو ما يعتقلوك هذه قضية حقوقية في أن برنامج اسم حقوق الإنسان تشتكي أولئك الناس لهذا البرنامج وليس سؤالا فقهيا يجيب عليه الشيخ إذا كان فيه سؤال فقهي في القصة نجيب عليه أما واحد مثلا هدفه أن يوصل رسالة سياسية أو قضية سياسية مع بلد معين إحنا إيش بنا نعمله بالبرنامج لا لا إفهمنا فهم خاطئ أرجو أن توضح لنا الآن إذا تكرمت إسمح لي أنا افتهمت السؤال ما لي قال لك إذا أروح وصار بيه هذا الشي أنه اعتقلوني مثل ما صار بجمال هل أنه أنا رميت نفسي بنفسي إلى التهلكة هل أنه جميل سؤال مهم صحيح هذه الزاوية هذه الزاوية معك حق فيها وأنا بعتذر لأن الصوت الصوت بجوز أشكل علي أو اللهجة أنا بعتذر هل في سؤال آخر أنا قلت لي أنا قلت لي أنا عرفه هو هذا الشخص اللي اتصل بيك وأنا عرفه وأنا قلت له وحمدت بيك وقلت لي أنه أنه أنت فهمت أكيد غلا هاي الوحدة والشغلة الثانية بيدي أسأل شيخنا الجليل شيخنا أنا صال 22 سنة مطلق صارت عندي مشكلة ومدى أقدر أزوج هنانا بالخارج لأنه كل يوم هي وحدة تطلع للشكل محمد صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع فيصوم يعني إلى متى أبقى أصوماني وصار عمري 60 سنة تفهمتني شيخنا طب شد حالك وتزوج نعم ماكو محد ولا وحدة تقبل ماكو ولا وحدة تقبل وأما الأجنبية يعني أول ما أزوجت زوجت أجنبية وليتعتني لجعة محترمة فما ريد يعني يعني مو عيب أنه تغلط أول مرة بس تلعب أنه تكرر الغلاص صحيح أرجو أرجو يا محمود توصل اعتدارنا للأخ اللي أسأنا فهمه أنا أنا حمدت بيك وعرفك أخي عدنان وقلت لي أنه أكيد أكيد عدنان مفتهمك أما بالنسبة لبرنامج حقوق الإنسان ماكو مثل هذا برنامج مالتكم أنه يتصلون ماكو اتصال صحيح صحيح قصد أنه ممكن لا قصد أنه ممكن ناخد القضية بره الهوى ونتبناها إذا إجانا على الإيميل يعني فينا الإيميل تبع قناة الحوار إذا إجت القضية على الإيميل وكانت واضحة المعالم ولها الطرف ممكن يتاخد صاحب القضية وهم يتصلوا عليه ويدخلوا على الهوى للأسف الإيميل ما لكم ما يستغل على كل لو بعدتنا على إيميل للبرنامج الفتوى هذا أنا بوصله وفي إيميل آخر اسمه فيدباكة الحوار دوتي في يظهر على شريط الأخبار الخاص بالقناة نعم مرحبا فيك جزاك الله وخير أهلا وسهلا أهلا وأريد جواب من حياك الله حياك الله أهلا وسهلا طيب فضلت شيخ إذن محمود من رومانيا يقول لك إذا أحدهم يحتاج وثيقة أو ورقة من سفارة معينة أو قنصلية معينة وهو متردد في أخذها ثم لا سمح الله ذهب ليأخذها وبعدين تعرض للاعتقال أو التنكيل هل يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة لا شك أنا لو أعرف أني إذا ذهبت إلى السفارة سأتعرض لشيء من الضرر فالله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال لا ضرر ولا ضرار إذا كان يعرف أن هذا الطريق سيسبب له ضرر لا يذهب إليه يذهب إلى الموت برجل أو إلى القاتل لا يذهب إلى سيد جميل السؤال الثاني بيقول لك هو صلو 22 سنة لم يتزوج والآن لا تقبل به أي امرأة فهل معقول يبقى يضل يصوم يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يا معشر الشباب الراجل بلعن ستين سنة لكن هو عمتا ستين سنة لازال شاب إن شاء الله أنا أظن أن أخرجه من مرحلة الشباب هو لازال شاب وربنا يكرمه وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه زوجة صالحة علي أن يسعى وعليه أن يبحث ولا ييأس أبدا ولا يقنق أنا أعتقد كمان من يتقدم به العمر من يتقدم به العمر بده يخفف من شروطه كما هي المرأة التي يتقدم بها العمر تتخفف من شروطها أو تلك التي توفي عنها زوجها يعني في خيارات كثيرة جدا إذا إحنا عقدنا العزم والنية الصادقة على الزواج يعني نعم إحنا عندنا والله هذا الموضوع كله أصلا يحتاج إلى معالجة خاصة لأنه عندنا إشكالات فيه كثيرة إحنا في بعض البرامج الأخرى في قناة الحوار ومنها كلام كبير يعني عمل ساعتين الأسبوع الماضي على قضايا الزواج وكيف إحنا بتسير عاداتنا في موضوع الزواج لكن أعتقد أنه دائما بدنا نصيحة وتوعية بهذا الأمر إحنا بابين أسر وعائلات عندهم بنات ما شاء الله عليهم مش عارفين يزوجوهم وبين شباب وناس من مختلف الأعمار مش عارفين يجدوا الزوجات الصالحات في عندنا إشكالية في هاي القصة والله عندنا إشكالية اجتماعية في الغرب بحقيقة فعلا أولا الإشكالية عند الشباب وإشكالية عند الآباء يعني أولياء البنات وإشكالية عند البنات أنفسهم أيضا يعني أما الإشكالية التي عند الآباء دعونا نبدأ بها فإي أن الأب يشتر الشروط لمن يأتي لابنته وظيفة معينة مال معين أشياء خاصة لو كان يريد له أن يفعل في بلده التي هي الأصل كذا وكذا فيعسر الزواج وهذا يعني يكون من يعسر الزواج يكون مساهما والعياذ بالله في نشر الفاحشة سواء كان بقصد أو بغير قصد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دين وخلق فزوجوه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض هذا الذي حذرنا منه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالأباء لابد لهم أن يبحثوا أو أن ينظروا في الدين ثم بعد ذلك يراعوا أن الأمور لا تبدأ كبيرة وأن أول السفر بالأميال تكون خطوة وهكذا والإنسان يبدأ حياته شيئا فشيئا وهذه سنة الله فيما خلق أما الشباب فهو أيضا يبدأ أن يبحث عن امرأة تتوفر فيها الصفات كذا وكذا 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 ويشدد ويشدد ويصعب في شروطه فبالتالي ربما لا يجد في بنات المسلمين من تحمل هذه الشروط كلها فيلجأ مثلا إلى أخرى من غير المسلمات سواء كنا من أهل الكتاب أو من غير حتى أهل الكتاب بعض الأحيان فتكون حياته على غير ما يريد نعم والبنات كذلك يأتي صاحب الدين وصاحب الخنق فتنظر إليه من أعلى إلى أسفل فلا تجد يحمل أكياس المال ولا المناصب العليا ولا ولا إلى آخر فترفضه ولذلك نحن نكون في الغرب الظروف عندنا تختلف عن الشرق بل إن في الشرق الآن العنوسة يعني ظاهرة من الظواهر الاجتماعية المنتشرة والإسلام لما يعني يعني أباح التعدد أباحه ليقضي على مشكلة اجتماعية من المشكلات التي توجد في المجتمع لأن من المعلوم أن نسبة النساء إلى الرجال أكبر في كل بلاد العالم من الآن الحروب لا تأكل إلا الرجال في غالبها الكوارث في غالبها لا تأخذ إلا الرجال وهكذا فبالتالي يبقى نسبة نساء أعلى فأين تذب هذه المرأة إما أن تعيش عانساً وإما أن تعيش في الحرام والإعياذ بالله وإما تكون شريكة لزوجة وضع الإسلام ضوابط العدل والمساواة بينهم هذا شرع الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أستأذنك معنا ميلود من فرنسا تفضل ميلود سريعاً سؤالك لو سمحت السلام عليكم السلام وإلا أن أشتري سكن هنا في فرنسا أولاد الآن أنا في حاجة كرة أريد أن أشتري سكن وأنا في حاجة دمسة إلى هذا السكن لكن عن طريق البنوك يعني البنوك الفرنسية وبنوك بما تسمى بين قوصي البنوك الريباوية هل يعني محب مشارع في أن أستطيع الأشياء نعم يا ميلود سيجيب جميل سيجيب عليك فضيلة الشيخ ولكن إن لم تسمع الجواب لو عدت على اليوتيوب أو على الفيسبوك وكتبت شراء المنازل في الدول الغربية عن طريقة البنوك الربوية مع كلمة حسين حلاوة مع اسم الشيخ لأنه في ناس من خارج أوروبا بيتكلموا في الموضوع لا نأخذ بأرائهم ما احترامنا لهم العلماء اللي داخل أوروبا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ لهم فتوى واضحة ويجيزون هذا الأمر ضمن شروط ممكن نأخذ تعليق سريع قبل ما نطلع الفاصل فضيلة الشيخ حسين حلاوة يعني أخي الحبيب الفتوى وضع الضوابط ووضع الشروط لمن يريد أن يشتري هذا البيت فإقرأ الفتوى حضرتك أو استمع إليها فإن ناسبتك فأنت يعني توكل على الله ولا حرج عليك إن شاء الله على خير أشكرك فضيلة الشيخ ومشاهدين الكرام سنعود معكم ومع فضيلة الشيخ حسين حلاوة على رأس الساعة القادمة ونتابع المزيد من أسئلتكم واستفساراتكم فابقوا معنا فاصل قصر راجعين فلا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر شكرا